الناس انبهرت في مشروع مستقبل مصر فعايزة انه الناس برضو تعرف يعني ونقرب لهم يعرفوا التفاصيل المشروع ده ايه تفاصيل المشروع ده هو المشروع ده باكورة الدلتة الجديدة باكورة الدلتة الجديدة ده مشروع دلتة كبير مشروع كبير قايم زي ما فحمة رئيس اعلن انه قايم على تلت مصادر المية جزء منه مية نيل جزء مية معد تدورها او تحليتها جزء تاني ما يتقبار وبيتتمل الوقت انشاء التورع سي ما اتعرض قبل كده في التلفزيون في افتاح المشروع فالمشروع الوقت في جزء منه دخل فعلا الخدمة وانتج استنادي وحضر فحمة رئيس الحصاد بتاع الامحي فيه ومحاصيل تانية زي البانجر وغيرها المشروع ده بيمتاز من المحاصيل اللي طالع فيه زي الجودة عالية جدا البانجر اللي طالع فيه نسبة سكر اللي فيه عالية عن اللي طالع في منطقة الدلتة الامحي اللي طالع فيه جودته عالية لدرجة ان احنا الوقت ارض بكر يا دكتور ارض بكر وطبعا مفيش فيها تأثير الموجود في منطقة الدلتة وغيرها وخالية من الامراض وخالية من الاوباء مفيش فيها معاملة كما هو خالص بالمبيدات فلدرجة ان احنا في الفترة الحالية ومستقبلا وكمان ده زي ما حضرتك قلت ده كل ده بقى كمان ايه البكورة ده بكورت لسه بكورت المشروع القومي طبعا فلدرجة ان احنا الوقت بنعمل اكسار للتقاوي في المنطقة دي بدلتها السنة دي وبعد كده هنبدأ نقطر التقاوي في الفترة دي احنا الوقت عندها توسع كبير في المساحة السنة دي وكل سنة يبدأ يزيد عندنا يعني السنة الجاية فيه كلام عن دخول نص مليون فدان جديد في المساحة المصرية بنكلم عن ثلاث مليون فدان يعني تقريبا نص مساحة الدلتة اللي موجودة هي ستة مليون فدان فطبعا كلام كبير ما حصلش قبل كده مشروع ضخم تاريخي في المصر وحنشوف الافتتحدي بشكل مستمر اه طبعا بس طبعا ده بيتطلب مننا شوية استعدادات تانية يعني نهاردة هعمل ارض جديدة هل انا مستعد لها بالتقاوي هل مستعد بالاصناف اللي هي هتنزل في الارض دي تتحمل ظروف المناخية المتغيرة دي تعليمات وتكلفات كده قبل كده اصدرها طبعا معالي وزير الزراعة واستعدنا لها استعدادة عندنا منظومة التقاوي مغطيين نسبة التغطية من التقاوي زودناها كان فيه تعليمات مؤخرا بعد افتتاح مصر الحصاد في منطقة مصر ومصر بان السنة الجاية مفيش حد يسأل على التقاوي ملاقهاش سواء في الارض الجديدة او الارض القديمة لان هي اساس الموضوع ايه بقى في الانتاجية برضو نوضح لسادة المشاهدين اه طبعا بيفرق ان احنا زمان كان المزارع في الامح والرز والمحاصيل دي بيتقمن عنده اما يتقمن عنده سنة بعد سنة النقاوة والمحصول بينخفض فالوقتي اما بيجيب تقاوي وبذات ان وزارة الزراعة بتدعم المزارع كل سنة بالاصناف الجديدة مع هذا المحاصيل الحقلية ميطلع مجموعة من الاصناف الحديثة في الامح والرز وهجن الدرة عالية الانتاجية انتاجها عالمي يعني احنا بنسبة الوحدة المساحة احنا من اعلى الدول انتاجا في الامح والدرة والرز الوحدة المساحة لان طبعا احنا زرفنا المناخية وزروف المياه اللي عندنا محضولية المياه حجمانة في المساحة لكن احنا بننتج امح اعلى جودة من معظم دول العالم يعني ترتبنا كادي يكون التالي التالي على العالم في جودة الايه الامح المصري الانتاجية لوحدة المساحة عالية جدا عندنا الاصناف عندنا في امح الخبز عندنا اكتر من عشر اصناف امح الخبز عند المزارعين وفيهم ثقة عالية وزارة الزراع عاملة بقى لها اكتر من عشر سنين حاملة قوامية للنهوض بمحصول الأمح في الأراضي القديمة لأن فيه عندنا متوسعة في الأراضي الجديدة وكلها كون رأي مطور ده شرط العمل في الأراضي الجديدة رأي الغام يعني ها جعلون في الأراضي الجديدة والأديمة أه طبعا الجديدة طبعا مطور أساسا باللوقتي جال التطوير في الأراضي القديمة بيننا طبعا تطوير الطرع والمصارف خلاص الكلام ده يعتبر اضغطة معظم الدلتا طريقة الزراعة الحاملة القوامية للأمح يعني هذا المشار Nikki في المية وطرق الزرارة الحديثة اللي هي بتوفر في كمية المية المستخدمة فحملة قومية بتوفر في المية في منطقة الدلتا بتوفر كمية التقاية المستخدمة بتقلل المعطيات وباخل محصول عالي قاتت الناتج بتاعها من أول السنة دي عندنا تلت مساحة مصر مزورة على المساطب في منطقة الدلتا المشاراتك دي كلها ري مطور طبعا فعندنا حطين ايدينا على مشاكلنا اللي احنا فيها الوقتي مشاكل المية بنقل الفاقد في المية الفاقد في المحصول الأزمة الكبيرة اللي بقالها سنين تلاتين في المية فاقد في المحصول الأمحة في الحقل لحد النقل لحد الشوان الترابيلي كانت موجودة لحد عدد الصوامع اللي كان قليل يعني اشتغلنا على حل كل المصارب تلت محاور أول محور الرئيسي اللي هو الانتاجية خلاص وصلنا الانتاجية محدة المحاصيل ولاد بالأصناف الاستراتيجية للمحاصيل الاستراتيجية بتاعته عندنا خلاص فيه غزرة في الأصناف التقليل الفاقد وكل الشغل ده عشان الناس بس تفهم ده كان قبل الأزمة طبعا قبل الأزمة طبعا كانش حد متوقع أزمد يعني احنا ما تم إعلام السعر مبكر للأمح كانش فيه أزمة روسيا أوكرانيا لكن كان لتشجيع المزاريين على زرعة الأمح تم الإعلام مباكر على السعر وبرضو الدولة السنة دي ملسة من أيام أعلان السعر توليد الدورة الدورة الصفرة